عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بحول الله عن مادة الرسم الفني وصلنا من خلالها ان احنا عرفنا بعض الاساسيات المهمة بالنسبة لتخصص التبريد وتكيف الهواء والاساسيات اللي اي طالب من خلالها بيقدر يستنتج المسقط الثالث مع عمل قطاع بكل سلاسة وكل يصر طبعا استكمالا للحلقة اللي فاتت هنكمل النهاردة وناخد تمرين عشان نطبق بصيغة مباشرة على وصيغة ملموسة ومحسوسة بالنسبة لأبناءنا الطالبة والطالبات على تمرين على استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع وزي ما احنا قلنا قبل كده وقلنا ان الاساسيات اللي احنا اخدناها في الحلقة السابقة بحول الله كانت من خلالها ازاي اعرف اعمل عملية التهشير وقواعد التهشير وقواعد القطاع في العصب وكل القواعد الخاصة باساسيات الرسم الفني هنطبق كلام ده كله بصيغة مباشرة النهاردة على التمرين اللي احنا هناخده تعالوا مع بعض كده نشوف التمرين الاولاني تمرين على استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع طبعا الشكل اللي موضح قدامي دي بيقول لي الرسم يوضح المسقطين زي ما احنا شايفين الرأسي والأفقي لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الآتي بمقياس رسم مناسب رقم واحد قطاع رأسي كامل عند المحور اي 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 اذا مريجي نشوف المحور اي 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 وشرحنا في الاساسيات وقلناها ازاي نعرف نوع القطاع رقم اتنين قطاع جانبي عند المحور بي بي وده بيبقى في المسقط الجانبي رقم ثلاثة مسقط افقي كامل وده اللي احنا هنستنتجه عندي او هيبقى موجودة عندي في الرسمة طيب اما اجي اشتغل الاول ونقول يا مصدر احنا نعرف عملية القطاع احنا ممكن عرفنا لابنائنا الطلاب ان احنا ممكن نجيب عملية القطاع بدون ما يكون قاتب لي المطاليب دي خالص ازاي احنا قلنا السهم اللي بيكون موجود عندي موجود هنا في المسقط الافقي واتجاه السهم يشير الى اعلى فهذا يعني ان التهشير هيكون في المسقط الرأسي يبقى هنا اتجاه السهم الى اعلى يبقى معنى كده انه طالب لي قطاع رأسي الجهة الاخرى هنشوف هنا السهم متصل في الاتجاه الجانبي وبالتالي من خلاله هنبقى نعرف ان عملية التهشير هتكون منبسقة الى المسقط الجانبي اللي بيكون موجود عندي طيب اذا طلب مني في الرسمة ايضا لازم نخلي بالنا او ابنائنا الطلاب يخلي بالهم من مقياس الرسم لانه هو هنا بيقول لي مقياس رسم مناسب احيانا بيكتب لي مقياس رسم واحد الى واحد والمقصود بواحد الى واحد هي نفس الابعاد اللي موجودة عندي على المسقطين اللي موجودين امامي هم اللي انا بنقلهم عندي في كراسة الرسم بالاضافة في مقياس واحد الى اثنين وفي العكس اثنين الى واحد وده طبعا بيبقى مقاييس تكبير ومقاييس تصغير عندي بيكون الرسمة ممكن يكون حجمها كبير جدا ومش هتساعي الورقة اللي بيكون موجودة عندي وبالتالي بيبتدي نعمل لها عملية ايه تصغير عن طريق المقياس اللي هو بيده لنا واحيانا على العكس صحيح ممكن يكون الرسمة في الطبيعي او في البديهة عندي صغيرة جدا وبقدر من خلالها اكبرها عن طريق مقياس الرسم اللي هو بيده ل طب احنا اتفقنا مع ابنائنا الطلاب ان اول حاجة ابص للرسمة او للمسقط اللي عندي لازم احلل المسقط اللي عندي الاول واشوف اساسياته ايه وزي ما احنا قلنا لابنائنا الطالبة والطالبات ان المساقط التلاتة بيكون مرتبطين بالمجسم واحد فقط وليس كل مسقط مالوش علاقة بالتاني ده مفهوم خاطئ تماما لان المسقط الرأسي مرتبط ارتباط وصيق بالمسقط الجانبي مرتبط ارتباط وصيق بالمسقط الافقي وكلهم مرتبطين بقطعة ميكانيكية واحدة فيهمني اللي انا قدرت اوصله لابنائنا الطالبة في الحلقات اللي فاتت ان التلات مساقط مرتبطين بمجسم واحد فقط لذلك تعالوا مع بعض نشوف من خلال المجسم ونعرف كل جزء عبارة عن ايه في الوضع الحقيقي نيجي نبص هنا على الايزومترك او المنظور الهندسي اللي بيكون موجود امامي ادي الشكل العام للمنظور الهندسي للقطعة الميكانيكية اللي موجودة بالشكل اللي عندي طب تعالوا نحلالها بالنسبة للجهة الرأسية او بالنسبة للمسقط الرأسي انا شايف من المسقط الرأسي العصب او الاعداء اللي هي موجودة لتحت هنا ادي شكل الاعداء ومن هنا الاستوانة الخارجية اللي بيكون كبيرة اللي هي باللون الاحمر هنا ونملاحظ هنا ان انا اصريت ان انا نيجي لابنائنا الطلبة ونعمل كل استوانة باللون مختلف علشان نعرف ان دي مرتبطة مع الاستوانة هنا باللون الاحمر مثلا والاستوانة الداخلية اللي هي باللون الازرق مرتبطة هنا مكانة او اسقطها في الجهة الرأسية بيكون باللون الازرق وكذلك عشان تبقى الطالب يعرف يربط جميع الاستوانات ببعضها البعض طيب انا باصس من الجهة الرأسية فانا شايف الاستوانة طيب اما نيجي نقول قاعدة الاستوانة يا مستر هنقول يا مستر قاعدة الاستوانة انها بتظهر دايرة في مسقط وبتظهر مستطيل في مسقطين او على حسب ارتفاعها طيب لما نيجي نبص هنا ادي الاستوانة موجودة هنا اللي هي الدايرة اللي موجودة عند اللي هي كترها خمسة وخمسين نيجي نبص لها من الجهة الرأسية اللي هي هنلاقيها ارتفاعها 60 وهتظهر لمستطيل بالشكل اللي موجود امامي هنا طيب الاستوانة رقم اتنين اللي هي باللون الازرق اللي موجودة عندي هنا طب عنديا ايه اللي هنا نص القطر عندي 16 يبقى معنى كده ان القطر كله عندي 32 يبقى ظهرت لي هنا دائرة ظهرت لي هنا مستطيل والمستطيل جاي نقط لي اولاد لان انا باصس من هنا فانا مش شايف الدايرة الداخلية اللي هي موجودة عندي هنا كده انا باصس كده من الجهة الداخلية او من الجهة المقابلة من هنا فانا مش شايف الاستوانة الداخلية اللي بيكون موجودة عندي لذلك عملت مكانة نقطة طب النقط دي بتوضح ليه بيقولي ان في استوانة داخلية موجودة داخل المجسم ولكن انا مش شايفها وبعرفك مكانة موجودة امامي هنا طيب أمال إيه الخط الزيادة ده الخط الزيادة ده إن فيه هنا مجرى عمل لها عملية شطف داخل الاستوانة الداخلية كده هي المجرى دي موجودة لما أجب بص من الجهة الرأسية أنا مش شايفة فباجي باجي بنفس العمك بتاعي اللي هو موجود فيها هنا وبامشي بالمجرى اللي هي الجزء اللي هنا ده فجيت هنا وروح تعامل نقط بطول المسكت النقط دي بتعني لي إن فيه مجرى داخلية موجودة داخل المسكت ولكن انا ايه انا مش شايف امامي زي ما احنا شايفين طيب ننتقل الى الاستوانة رقم 3 اللي هي موجودة وقطرها 42 طيب موجودة هنا ايه موجودة هنا دائرة يبقى موجودة في المسكة الرأسي مستطيل يبقى هتوجد في الجنب ايه ايضا مستطيل طيب ننتقل الى الاستوانة رقم 4 اللي هي نص القطر عندي بيها 12 فاذا الاستوانة اللي هي نص قطرها 12 هنا موجودة هنا ايه شباب موجودة نقط طب هنقول موجوده نقط لإنها موجودة هنا استوانة داخلية زي منا شايفة من الجهة الداخلية ولكن أنا مش شايف يبقى نيجي مبص للرأسي كده هذا الاسطوانة الكبيرة اللي هي قطرها 55 وارتفاعها 60 من هنا العصب اللي هو موجود من أسفل اللي ماسك الاسطوانطين بها بعض أو ماسك المجسم من أسفل بها بعضه هذا العصب وجئنا هنا شفنا الاسطوانة الأخرى اللي هي موجودة في الجهة المقابلة عندي من زراعة توصيل أو القطع الميكركية اللي موجودة عندي اللي هي ارتفاع عندي 40 والاستوانة الداخلية موجودة ايضا نقط هنا ننتقل الى العصب وزي ما قلنا العصب اللي هو بيربط او بيمسك الاجزاء الميكانيكية كلها مع بعضها البعض زي ما احنا شفنا ادي الشكل العام بتاعه للعصب يا شباب موجود امامي هنا طيب اما جا بص من هنا احنا قلنا قاعدة العصب بتقول ايه هنقول قاعدة العصب يا مستر بتظهر مساحة في مسكة واحد فقط والشكل اللي موجود امامي هنا من الجهة الرأسية اللي هو موجود باللون لازرق ده الجزء ده كده اسمه المساحة من الجهة الرأسية موجود هنا المساحة ولكن هنا بيظهر مساحة في مسكة وبيظهر سمك في مسكة ينتبه لما جاء ابص من الناحية الافقية من اعلى هشوف الاستوانات زي ما احنا شايفينهم ادي الاستوانة الكبيرة واد الاستوانة الصغيرة ومن هنا الاستوان الكبيرة ايضا والاستوان الصغيرة واد العصب ظهر لي سمك بالشكل اللي موجود امامي هنا يبقى اذا هيظهر هنا مساحة هيظهر هنا سمك هيجيلي في المسكة الجانبية هيجيلي سمك طيب زي ما احنا شفنا واد العصب الاخر اللي هو موجود من اسفل وبرضو رابط الاستوانات ببعضها او معامل عملية كونتاكت بين الاستوانات او بين المجسم كله مع بعضه من خلال العصب ظاهر لي هنا السمك اللي هو سمك وعشرين أو ارتفاع وعشرين بالشكل اللي بيكون موجود أمامي ومجي أنظر من المستوى الأفقي أنا شايفه من هنا مساحة اللي هي الجزء ده شايفه من هنا مساحة وشايفه من هنا مساحة يبقى إذن هيظهر لي في المسكة في المسكة الجانبي هيظهر لي أيضا سمك على اعتبار أن العصب بيظهر مساحة في مسكة وسمك فين في مسكة طيب تعالوا ننتقل إلى جزء آخر وهو إزاي بقى نستنتق المساكة التلاتة ونحقق المطلوب الأول اللي هو طلبه منه احنا قلنا بنعمل خطوط التماسل دي كخطوط توضيحية لأبنائنا الطلبة من خلالها بس بنعرف نعمل عملية الإنعكاس للأجزاء عشان نعرف نستنتق المسكة التالت بكل سهولة وبكل يسر طيب لما نيجي نبص هنا احنا عملنا محور التماسل بالشكل اللي موجود أمامي طيب تعالوا نجيب أبعاد المسكة الرأسي الأول أو أبعاد المسكة الرأسي الأول كام يا شباب هنقول يا مستر أبعاد المسكة الرأسي هي 148.5 وارتفاعه كام 60 طيب ارتفاع أو أبعاد المسكة الأفقي طيب ما نيجي نبص هنا هنلاقينا مش كدبين الطول بتاع المسكة الأفقي طيب في بعض الطالب احنا قلنا إن المجسمات مرتبطة ببعضها علشان هناك بعض الطلاب بيجوا في بعض الأجزاء اللي زيديا كده ويقول لي إن طول الرأسي مختلف عن طول الأفقي ولكن العكس طول الرأسي مش مختلف عن طول الأفقي احنا اتفقنا وقلنا لأبناءنا الطالب والطالبات قبل كده إن طول الرأسي هو نفسه بيساوي طول الأفقي والعكس صحيح وارتفاع الرأسي بيساوي ارتفاع الجانبي وطول الرأسي بيساوي ارتفاع الأفقي زي ما هنشوف دلوقتي يبقى احنا كده من خلال الابعاد اللي بيكون موجودة عندي قلنا ان المسكت الرأسي الليفل او الطول بتاعه كله 148.5 يبقى طول المسكت الافقي ايضا 148.5 وارتفاع المسكت الرأسي 60 يبقى هيجي ارتفاع المسكت الجهنيبي ايضا كام 60 زي ما هنشوف على الرسمة اللي عندي يبقى احنا ما نيجي نبص من هنا كده اهو تعالوا نطلع هنا ابقى اكبر حاجة الارتفاع المسكت الافقي عندي قلنا الطول كله كام مش 100 الطول كله 148.5 على اعتبار ان طول الرأسي هو نفسه طوله الافقي والعكس يبقى ايضا الطول هنا كله 148.5 طيب واحد يقول لي مصر تمانا ممكن نجيبها ازاي بطريقة تانية ماشي ممكن نجيبها بطريقة برضو تانية ما احنا جبناها ازاي ان الطول هنا كام 100 يبقى هنا الطول من عند السنترات اللي عندي موجودة 100 خلاص وجينا هنا نصف كتر الدايرة الكبرى هنا هو الجزء البقي من الجهة اليمنى ونصف كتر الدايرة الاخرى من الجهة اليسر طيب نصف الكتر الدايرة هنا كام اللي هي 55 نصها 27.5 وهنا نصف كتر الدايرة اللي هي 42 نصها 21 لما نجمعهم على المية هيديني ايضا 148 طيب هنا الارتفاع كام الارتفاع عندي كام 55 يبقى ازا ارتفاع المسقط الافقي 55 في الطول الكامل عندي اللي هو كام 148.5 طيب تعالوا نستنتج بقى المسقط الجانبي ادي جبنا المسقط الجانبي هنقول هنا ايه الشكل العام بتاعي جبنا منين اهو يبقى دي 55 على اساس ان ارتفاع الدائرة هنا كام 55 والارتفاع هنا 60 يبقى هيجي طوله كام 60 يبقى ازا ابعاد المسقط الجانبي 55 في كام في 60 طيب قلنا تانية حاجة بنتطرق لها بعد ما نعرف الفريم او الشكل بتاع المسقط الجانبي هو المحاور اللي بيكون موجودة عندي هنا في محور في المنتصف يبقى من خلاله هيطلع لي هنا محور في المنتصف هنا ساعات بيبقى في محاور ما تبقاش موجودة في المنتصف زي ما هنشوفها في بعض التمارين اللي مش موجود في المنتصف بنحدد محوره برضو وبنعمله عن طريق الانعكاس في هنا محور وقلنا خطوط المحور بتختلف عن خطوط الدائرة ان المحور بيبقى خط ونقطة او خط وشرطة بينما الدائرة بتبقى شورط دي بيدللي على الاجزاء اللي هي المخفية يبقى احنا عملنا المحور اللي بيكون موجودة عندي ننتقل الى الجزء الاول وهو الاستوانة واحنا اتفقنا مع بعضنا وقلنا ان الاستوانة بتزهر دائرة في مسقط ومستطيل في مسقط انت became ظاهرة دائرة اللي هي كتراءة خمسة وخمسين ظاهرالي هنا مستطيل اللي هو ارتفاعه صوتين يبقى هجيلي هنا دائرة اللي هي كان ارتفاعها ستين اللي هو بالشكل العام بتاع ال Punjab يبقى هنا ظهرل دائرة اللي هي باللون الأحمر وهنا جات لمستطيل يبقى هنا جات لمستطيل تاب ليه احنا اخدناها اكبر حاجة لان هي اكبر حاجة موجودة ايضا في المسقط الايه في المسقط الافكة علشان كده خدنا ارتفاع اللي هو 55 يبه هي الاستوانة 55 في 60 جات هنا الاستوانة الكبرى اللي هي كان 55 في 60 ننتقل الى الاستوانة رقم 2 وهي اللي باللون الازرق ديا والاستوانة رقم 2 زي القاعدة اللي بتمر لي او زي القاعدة اللي في اي استوانة احنا سبق وشرحناها ان الاستوانة بتظهر هنا دائرة زهرت لي هنا مستطيل نقط يبقى هجي لي هنا مستطيل تب تعالوا نعمل اسقاط الاستوانة بالشكل اللي بيكون موجود دي خطوط مساعدة وممكن امساحها عملنا الاستوانة بالشكل اللي عام طب هي زهرت لي نقط لي لان انا باصص من الجهة الجانبية فانا مش شايفة برضو فهشفة نقط برضو بالشكل اللي بيكون موجود معا يبقى بكده احنا عملنا الاستوانة رقم 1 والاستوانة رقم 2 ننتقل الى الاستوانة رقم 3 اللي هي في الجهة المقابلة وبعد كده ننتقل الى اسقاط العصر طيب الاستوانة رقم 3 اللي هي كترها 42 هنعلم عليها او هنيجي على الكتر بتاعها ونعلم عليه وبعد ما نعلمنا عليه نيجي ايه شباب نعمل الاستوانة طيب ممكن واحد يقول لي يا مستر قبل ما اجي اعمل الاستوانة طيب ما فيه هنا تجويف بمضلع موجود في حفة الاستوانة الداخلية فنلازم اطلع اسقاطه طيب انا هطلع اسقاطه ازاي هو هنا موجود الطول بتاعه هنا 8 في الرسمة العادية هنلاقي الطول بتاعه هنا 8 يبقى انا احدد الطول بتاعه زي ما احنا شفنا كده واطلع طيب انا طلعت بطول المسكت ليه وظهر لي نقاط مع انه ظهر لي هنا نقاط بس خط واحد لانه انا بص من الجهة الجانبية فانا اشوف الحفتين مش هشوف الحفتين ولكن انا ايه موجودين بالفعل عندي الحفتين موجود اللي هو الطول بتاعهم كام 8 فعلشان كده جيت من هنا 4 ومن هنا 4 ومشيت الخطوط وطلعت بالخطوط لاخر الفين لاخر المستوى او المسكت الجانبي تب ليه انا طلعت باخر المستوى الجانبي لانه موجود هنا عندي ايضا بايه باخر المستوى او بارتفاع المستوى الجانبي ننتقل الى جزء اخر مهمة ايضا وهو اللي استوانة رقم 3 زي ما احنا قلنا هنعمل الاسقاط بتاعها ونطلع طلعنا بالاستوانة طيب احنا هنا ليه ما طلعناهش ظهرت لي هنا دائرة جات لي هنا مستطيل يبقى هجي لي هنا مستطيل بنفس اللون تب ليه احنا ما طلعناهش هنا بطول المسكت لانها هي موجودة هنا على ارتفاع 40 فقط وليست على ارتفاع المسكت بالكامل لذلك اما نيجي نحدد شوف انا كتبنا البعدة هو كتبنا البعد بتاع ان هو كام 40 يبقى اذا ابعاد الاستوانة من هنا لو فيه طالب عاوز يعملها من المحور هي كام هي 42 ف42 باجي من هنا 21 وباجي من هنا 21 باجي من هنا 21 وباجي من هنا 21 واطلع الارتفاع بتاع اللي هو كام اللي هو 40 بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا وبكده يبقى احنا عملنا الاستوانة رقم 3 ننتقل الى الاستوانة رقم 4 والمفروض ان احنا نكون عارفين اسقاط الاستوانات كده بالبديهي بنحدد الكتر الاستوانة زي ما احنا شوفنا ونطلع ونطلع بيها برضو طب ليه احنا طلعنا بيها خطوط نقاط لانها ايضا موجودة داخل الاستوانة الكبرى اللي هي الخارجية فعلشان كده مش بينا عملنا الشكل بتاعه بالشكل اللي بيكون موجودة عنديه ننتقل الى الجزء الاخر والجزء المهم اللي معظم ابنائنا الطلبة احيانا بيخطأوا فيه وهو اسقاطات الاعصاب او ازاي انا بسقط العصب عندي بالطريقة المعتادة احنا اتفعنا وقلنا لابنائنا الطلبة والطالبات ان العصب اسقاطه بيبقى مستطيل بيبقى مساحة في مسقط وبيبقى هنا ايه سمك في مسقطين لو جينا نبص على الرسمة اللي بيكون موجودة عندي هنلاقي المساحة موجودة في المسقط الرأسي وسمك موجود في المسقط الافقي والعصب رقم اتنين هنلاقي المساحة موجودة في المسقط الافقي والسمك موجود في المسقط الايه الرأسي تب تعالوا نشوف ازاي نعمل اسقطهم بطريقة ثالثة زي ما احنا تعلمناها لانا ننتقل الى العصب الاول اللي هو موجود عندي ده كده العصب ده موجود عندي هنا بالشكل الامامي أول ما جنتقل العصب أهو حددنا الطول بتاعه اللي هو السمك كام 12 طب هنقول هنا يا مصطر موجود إيه موجود هنا العصب المساحة بتاعته 8 المساحة بتاعته بعد الارتفاع العصب الأولاني اللي هو 20 ننتقل إلى العصب الآخر اللي هو مساحة ظاهر لي هنا بالشكل العام مساحة يبقى هيجي لي هنا السمك اللي هو ب12 يبقى هيطلع لي هنا كام طلع لي سمك طيب في حاجة مهمة لازم أبناءنا الطلاب نخلي بالنا منها زي ما احنا شرحناه على المنظور الهندسي إننا باصص من الواجهة الجانبية فانا شايف العصب سمك من هنا بس ظاهر في المنطقة دي فقط ولكن من بعد الاستوانة هو العصب موجود ومتقاطع مع العصب الآخر ولكن مش هيبقى ظاهر لذلك أنا عملته من هنا ظاهر بالجزء الحد الاستوانة اللي ارتفاعها 40 وجيت من بعد الاستوانة عملته نقط ليه لأنه موجود لحد الارتفاعها 20 أو العصب الآخر هتقاطع معاه بحيث إن الاثنين هيبقوا ملتصقين من بعض عشان يعملوا لي عملية إحكام للقطعة الميكانيكية يبقى احنا عملنا سمك من هنا لهنا ظاهر طيب ظاهر ليه لأنه أنا باصص من هنا فانا شايفه الطبيعي ولكن باقي العصب عندي مداري وراء الاستوانة أو بعد الاستوانة فالجزء اللي موجود أيضا بس من ظاهر عملته مكانه هنا نقط بالشكل اللي موجود أمانه طيب ننتقل إلى العصب رقم اثنين والعصب رقم اثنين ظاهر ليه هنا سمك وظاهر ليه هنا مساحة يبقى هجي ليه هنا سمك طب جالي سمك منين أي اللي السمك هنا ماسك من أول الاستوانة اللي هي كترها اتنين واربعين إلى الاستوانة الكبرى يعني الاستوانتين الظاهراتين عندي ماسك لي من أول لها اللي أخرهم فعلشان كده الاستوانة الكبيرة اللي هي كترها خمسة وخمسين ظهر من عندها يبقى أطلع اللي ارتفاع من هنا عشرين وامشي من أول الاستوانة خمسة وخمسين لحد الاستوانة الأخرى اللي هي كام اللي هي 42 طب ده ظاهر نفس النظام هنلاقي داخل الاسطوانة برضو الى ان يتقاطع مع العصب الاخر موجود نقط بالشكل اللي بيكون موجود امامي كده اهو ويبقى بكده احنا عملنا عملية التلاحم للعصبين بالشكل اللي بيكون موجود ايه موجود امامي كده ده بالنسبة لايه لاستنتاج المسقط الثالث للقطعة الميكانيكية اللي بالشكل اللي بيكون موجود عندي طيب ننتقل ادي شكل الايزومترك ودي شكل المنظور ادي قدامي ادي هنا انا باصص من الجهة الجانبية فانشاف الاسطوانة الكبيرة ادي الاسطوانة الكبيرة هي ماشي اللي هي في الموجهة الامامية ودي الاسطوانة الحمرة موجودة عندي في الاخر ودي العصبين انا بس حبيت احط المنظور مرة اخرى عشان اوضح الاعصاب ادي العصبين ادي السمك اللي هو باللون اللازرق ظاهر من اول هنا لحد الاسطوانة وبعد كده هو نازل تحت إلى أن يتقطع مع العصب الآخر موجود نقاط زي ما إحنا شايفين ودي العصب الآخر بارتفاع عشرين من هنا وجاي من أول الاستوانة الكبيرة الحد الصغيرة من أول الاستوانة الكبيرة الحد الصغيرة وباقي العصب موجود نقاط داخل فين الاستوانة إلى أن يتقطع العصاب مع بعضها طيب تعالوا بقى ننتقل إلى عملية القطاع هو طالب مني الأول عملية قطاع فين في المسقط الرأسي وزي ما إحنا شفنا طالب قطاع فين عنده إيه إيه طب وإحنا قلنا برضو المعلومة بنوه عليها وبنقولها لأبنائنا الطلاب مرة أخرى إذا كان القطاع في المسقط الأفقي أو الرأسي بيختلف على حسب الأسهم اللي بيكون موجودة عندي بمعنى إذا كان السهم متجه أو موجود في المسقط الأفقي فإن خطوط التماسل بتاعة المنشار هتمشي في المسقط الأفقي وهتكون خطوط التهشير موجودة فين في المسقط الرأسي والعكس صحيح يبقى اتجاه السهم بيحدد لي إذا كان السهم في الأفقي إلى أعلى يبقى بيحدد لي أن التهشير اللي بيكون بزاوية 45 بيكون في المسقط الرأسي وزي ما احنا قلنا قبل كده أن خطوط التهشير يجب أن تكون بزاوية 45 درجة أن خطوط التهشير يجب أن تكون أخف من خطوط المسقط العادي لا يجب قطع خطوط التهشير يعني ما فيش أي حاجة بتقطع خطوط التهشير سواء كانت هذه الخطوط ظاهرة أو مختفية خطوط التهشير ما ينفعش أن أنا أعيد عليها مرة واثنين علشان بتدي شكل غير جمالي لللوحة اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا من خلال رسمتنا اللي موجودة عندنا ننفذ اللي احنا قلناه ونشوف عملية القطاع هتتم إزاي هنا زي ما احنا شايفين طالب لقطاع عنده إيه إيه طيب أما نيجي نشوف القطاع الشكل المنظور أمامي وده طبعا قطاع رأسي القطاع الرأسي هاجي مني هنا وهقطع الجزء ده كده من المنتصف وهنشوف إيه بصوا الشكل العام اللي عندي موجود كده شوفوا شكل المنظور بعد ما قطعنا عندي أصبح الشكل العام عندي إزاي واضح بالصورة اللي موجودة أمامي كده طيب خطوط التهشير هما نيجي نقول يا مستر خطوط التهشير هتبقى فين ما احنا كده قطعنا في المنظور كله فإحنا أو قطعنا في الشكل العام كله اللي عندي هنقول لي الفراغات خطوط التهشير هتكون في السمكة فقط أو في الجزء اللي بيمشي فيه فقط ولكن الفراغات لا تهشر زي ما احنا شايفين يعني الجزء اللي هو الفراغ بالتجويف بتاع الاستوانة ده مش هيهشر لأن ده تجويف فإذا المنشار ممشيش فيه أو معطعش فيه حاجة لأنه مع حدثي تغيير فيه لما نيجي نبص من هنا أيضا هنلاقي الاستوانة الصغيرة اللي هي موجودة أمامي هنا ادي الاستوانة الصغيرة أيضا هنلاقي هنا في فراغات زي ما احنا شفنا فعشين كده الاستوانة مش هتظهر عندي بالشكل اللي بيكون موجود أمامي أو الاستوانة هتظهر ولكن الفراغات مش هتبقى موجود طيب احنا ما جينا في الوضع العادي كده وجينا نشتغل كان الاستوانات الداخلية نقط ولكن اما جيت عملت عملية قطاع زي ما احنا شفنا كده دلوقتي ادي عملية القطاع اصبح او القطاع عملي عملية اظهار للاستوانات الداخلية اللي عندي فاذا الاستوانة الداخلية اللي هي موجودة او معمولة عندي نقط كده هنقول يا مستر هتظهر والإستوانة الأخرى اللي هي موجودة في الجهة المقابلة اللي هي موجودة هنا برضو هنقول هتظهر هتظهر عندي إيه نقطة طيب الجزء الآخر اللي هو الحفة بتاعة التجويف أو القطع أو الشطف اللي احنا عاملينه من جوه ده أما نقطع هتكون باينة رخرة ولكن هتظهر هنا رخرة ولكن التهشير هيبقى من بعدها لأننا هنعتبر أن الجزء ده كده فراغ فإذا التهشير في الإستوانة في الجهة دي هيتم بعد عملية الشطف اللي بيكون موجود أمامي يبقى هنبتدي هنا نعمل إيه عملنا إيه الأول يبقى كان الوضع العادي كده ظهرنا الخطوط زي ما إحنا شايفين ومن هنا أيضا هنظهر إيه الخطوط ومسحنا كل الخطوط اللي من هنا على اعتبار زي ما إحنا قلنا أن ما فيش خطوط بتقطع إيه بتقطع خطوط التهشير يبقى إذن خطوط التهشير هتظهر فين هتظهر في الجزء ده اللي هو السمك بتاع الإستوانتين اللي بيكون موجود أمامي هنا والسمك اللي بيكون موجود بين الاستوانطين هنا ومتصل بالعصب اللي من أسفل ومتصل أيضا بالاستوانة الأخرى زي ما إحنا شايفين يبقى تلاقي التهشير هنا وفي الجزء ده كده وفي الجزء ده وفي الجزء ده طيب هنقول العصب يا مستر تبال منشر مش فيه ما إحنا قلنا إذا كان القطع موازي للعصب فإن العصب لا يهشر وإذا كان القطع عمودي على العصب فإن العصب يهشر بمعنى آخر إذا كان التهشير في المساحة فالمساحة لا تهشر في العصاب ولكن التهشير بيتم فين في الصمك فقط فتعالوا نشوف الشكل بعد عملية القطاع شفنا الشكل عامل ازاي يبقى خطوط التهشير عندي اصبحت في الجزء ده اللي المنشر مشي فيها طبعا كل الجزء ده بتاع الاستوانة فراغ والجزء ده بتاع التجويف الاخر للشطف اللي موجود امامي فبيتم التهشير من بعده وهتلاقي الشكل عندي بالصورة دي او عملية القطاع بتتم بايه بالصورة دي زي ما احنا شايفين ده القطاع الايه القطاع الرأسي ننتقل الى قطاع اخر وهو القطاع الجانبي هو طالب مني ايه زي ما هنشوف او قطاع جانبي عند ايه عند بي بي زي ما احنا شايفين كده او القطاع الجانبي هنا معنى كلمة قطاع جانبي ان انا بقطع في الحفة دي كده بس هو ما حدد ليش وبيحدد لي القطاع خطوط التماثل هنا او السنتر اللي بيحدده لي هنا بيقول لي هتقطع فين بالزبط لان انا ممكن اقطع هنا ممكن اقطع في الستوانة الكبيرة فهو قال لي لا ده هو حدد لي عند السنتر بتاع الاستوانة رقم 3 اللي هي موجودة في الجهة المقابلة اللي هي الزهرة دي فانا ما قطعت هنا إلا حصل يا شباب هنقطع في الجزء ده كده فهنشوف الشكل عندي أصبح عامل إزاي الوضع الطبيعي كان كده والوضع الآخر أصبح إن أنا قطعت طب كل باقي المنظور الهندسي أو باقي المساقط التلاتة للمنظور الهندسي مش هيطرق عليها أي تغيير خالص ليه لأن أنا ما قطعتش فيها فانا قطعت فين في الجزء الآخر اللي هو الاستوانة اللي قطرها 42 فقط فهنلاقي التغيير هيطرق فين يا شباب في الجزء ده فقط زي ما إحنا هنشوف هنا زي ما إحنا شايفون في الجهة المقابلة بص هنا ده الوضع العادي يبقى الوضع العادي بنيجي نبص من هنا هنلاقي الجزء ده الدائرة دي هتزهر عندي يبقى دي هتزهر لي بالشكل اللي بيكون موجود أمامي عندي ليه عشان الدائرة هندي زهرت يبقى بص لشوفوا الشكل عندي أصبح عامل إزاي هنقول يا مستر طب ما كان فيه نقاط كتير وكان فيه حاجات كتير موجودة هنقول لك ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير زي ما قلنا وعملية القطاع بنمسح فيها أي خطوط بتكون نقاط يبقى بص الجزء الأول هو هذه الجزءين بتوعي الاستوانة اللي احنا عملنا له مع عملية تهشير طب الجزء الداخلي دي ما هشارناش في لي لأن الجزء الداخلي هنا بيبقى فراغ يبقى موجود هنا فراغ أمامي ودي العصب اللي هو باللون الأزرق اللي بيكون موجود أمامي عملته هنا وما جيتش يميته برضو ولكن الجزء الداخلي اللي موجود من أسفل هنا مسحته والجزء الداخلي للعصب الآخر اللي هو باللون البن اللي هو متصل هنا أيضا هنا ايه مسحته ويبقى دي شكل ايه القطاع الجانبي عند ايه عند بي بي ننتقل إلى جزء آخر أو منظور آخر وتمرين آخر وهو تمرين على استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع أتمنى أن التمرين الأول اللي احنا لسه شرحينه نكون فهمنا كل جزء بنعمل سواء كان عملية استنتاج المسقط الثالث أو سواء كان عملية القطاع سواء كان القطاع في المسقط الرأسي أو القطاع في المسقط الأفقي هو استكمالا لنفس التمرين هو هنعمل تمرين اخر من واقع الكتاب المدرسي عندنا وهنطبق عليه بس المفروض ان احنا نكون مستوانة بقى اعلى تدريجية من قبل كده ليه لان احنا فهمنا القواعد وفهمنا الاساسيات وعرفنا ازاي بنستنتج المسقط التالت فهي نفس القواعد وهي نفس الاساسيات اللي بنستنتجها في اي مسقط موجودة في المساقط كلها على اختلاع في شكل القاعدة او شكل الدائرة او شكل العصب ايا كان ولكن أن الاستنتج واحد والقاعدة بتاعتي بيكون ايه واحد طيب نشوف التمرين اللي عندنا تمرين على استنتاج المسقط التالت بالكتاب المدرسي ايضا دي قطعة ميكانيكية والقطعة الميكانيكية اللي موجودة عندي بقولك ارسم بمقياس رسم 1 الى 1 احنا قلنا هنا يا شباب 1 الى 1 المقصود بي ايه 1 الى 1 المقصود بي نفس الابعاد اللي بيكون موجودة عندي مسكة رأسي قطاع عند المحور ايه ايه ولكن لما نيجي نبص هنا يا شباب القطاع ده هنيجي نقول ايه له قطاع رأسي ولا قطاع افك مال هنقول ايه يا مستر هنقولك ده هو نصف قطاع فقط فعمل لي نصف قطاع رأسي فهقطع في نصف الجزء بس فإذا عملية القطاع هتم في المنتصف ده فقط ولكن المنتصف الآخر لم يطرق عليه أي شكل أو أي تغيير فهيفضل زي ما هو نخلي بالنا بقى مع بعض كده يبقى نقول هنا ايه مسكة رأسي قطاع عند المحور ايه ايه مسكة افكي كامل مسكة جانبي ايه كامل طيب تعالوا نشوف المنظور الهندسي اللي بيكون موجود عندي ادي الشكل المنظور الهندسي نبص من الجهة الرأسية فانا شايف الاعدة اللي هي باللون الاحمر دي موجودة عندي وبالسنك عشرة ادي الاعدة عندي موجودة هنا وننتقل الى الاستوانة ادي الاستوانة هنا ظهرالي مستطيل وظهرالي في الافك دايري ادي الاستوانة رقم اتنين اللي هي موجودة باللون الاخضر الداخلي او العنق الداخلي للاستوانة ادي هنا الاستوانة رقم اتنين ظهرالي دايرة جايا لي هنا ايه مستطيل ولكن مستطيل نقط هنقوم نقط ليه لانها مدارية داخل الجسم وبالتالي اني مش هالحظها او مش هشوفها ننتقل الى الاربع الاستوانات اللي بيكون موجودة امامي هنا في حاجة لازم انوه عليها ووضح لابنائنا الطلاب عملية الاسهم اللي هي بتشير الى وجود اكتر من قوس او اكتر من استوانة فيه ممكن طالب يتلغبة تقول لي الاستوانة هنا كتب لي اربعة في ار تسعتاشر وكتب لي هنا اربعة في في عشر هي فين الاستوانة وفين القوس اللي عندي الاستوانة ابص على رأس السهم يا شباب هو اللي بيحدد لي هو معني بانهي جزء من الاجزاء اللي احنا لسا ايلنها هو رأس السهم هنا رأس السهم جاي على السقب اللي هو الدوائر الداخلية يبقى هذا يعني ان دي اربعة الاربعة الاولانية دي بتشير الى العدد اللي بيكون موجودة عندي وده بيعني ان هناك اربع سقوب كتر كل سقب كام عشر وده الاربع سقوب ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة فبيكتب على واحد فيهم فقط ويسيب الايه الاخر لان احنا خلاص بنبقى عارفين ان كل واحد كتر كام نفس الكتر اللي ايه السابق ذكر اما نيجي نبص من الجهة الاعلى اللي فوق هنلاقي السهم هنا او رأس السهم جاي على القوس اللي موجود عندي يبقى ديه معني هذا البعد معني بالاقواس وليس بالسقوب او وليس بالدوائر يبقى هنا بيقول لي اربعة يعني تعني اربع اقواس في نصف الكتر كام نصف الكتر كام تسعتاشر ماشي عشان نبقى احنا عارفين نفرق او نعرف ازاي نعمل عملية تفرقة بين الاقواس وبين الاستوانات اللي بيكون موجودة عندي تب تعالوا نبص من المسكة الافقي انا بصص من الجهة الافقيية من اعلى ادي الاربع سقوب موجودين عندي هنا ولكن اما بص من الجهة الرأسية انا شايفهم سقوبين بس اللي هم موجود ما كانوا مستطيل هنا تب هنقول سقوبين بس ليه لان هنا اما بص من الجهة الرأسية هو كل سقوبين موجودين على سنتر وبالتالي بيظهروا لي واحد يعني ما بص من هنا من الجهة الرأسية من هنا كده أنا بصص من الجهة الرأسية فأنا شايف دول وراء بعد كده أكنهم هنا إيه أكنهم استوانة واحدة ولكن هو فيه تجويفين مش تجويف واحد وعلى العكس من الجهة الأخرى برضو هنلاقي هنا موجود اتنين فعملت هنا فيه واحد بس وهنا فيه واحد بس ولكن في الحقيقة هو فيه خلفه فيه السجب الآخر زي ما هو موجود أمامي وفي هنا زي ما احنا شفنا الاستوانة رقم 3 ادي الاستوانة رقم 3 زهرالي هنا دائرة زهرالي هنا مستطيل موجود داخلي متصل عن طريق شطف بالاستوانة ده بيبات فيها بقى ممكن قطعة ميكانيكية مشتوفة بنفس الشطف كده بحيث ان القطعة الميكانيكية زي شبيهة بالمصمار او شبيهة باي جزء معدني بيبات فيها بنفس الشطف اللي بيكون موجود امامي كده طيب ده احنا حللنا الرسمة اللي بيكون موجودة امامي هنا تعالوا بقى مع بعض ازاي بنستنتج المسقط التالت اللي بيكون موجودة عندي زي ما احنا تعودنا بنعمل محاور التماثل الخط ده بيبقى في الزاوية 45 وبنيجي هنا نجيب بعد المسقط اللي عندي هنجيبه ازاي احنا قلنا الطول هنا كله كام احنا قلنا الطول كده 110 طب هنقول طول الافك كام 110 طب احنا عرفناها 110 من هنا مصطر هنقول ان الطول ده كام مش ده 72 وباخد نصف كتر الكوس من اليمين ونصف كتر الكوس من اليسار اللي هو هنا 19 و19 38 38 و72 هيدين طول المسقط كله كام 110 عشان اما نيجي نبص في الكتاب المدرسي مش هنلاقي مدين الطول ده 114 نبقى احنا عرفنا هي جات منين 72 و19 طب عاوزين نعرف ارتفاع المسقط الافك علشان نعرف ارتفاع المسقط الافك بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا هنقول نفس ما قلنا بالقاعدة السابق ذكرها هنا الطول كام 76 بين السنتر هنا والسنتر هنا 76 وايضا دي كام ودي كام احنا لسه الينا 19 و19 يبقى 38 38 و76 هيديني 114 يبقى ازا اصبح طول المسقط طول المسقط الافك كام ارتفاعه 114 في طوله كام 110 طيب يبقى احنا هنيجي زي ما احنا قلنا هنبص من الجهة الجانبية فهنجيب الارتفاع هنا اكبر ارتفاع هنا كان كام كان 55 يبقى ازا الارتفاع هنا كام يا شباب 55 والطول هنا كام 114 زي ما احنا جبنا طيب تاني حاجة عشان نستنتجها هنقول المحاور هنا هناك محور في منتصف القطع الميكانيكية يبقى هنطلع بالمحور زي ما احنا شايفين علشان نحدده بالشكل اللي موجود امامي ننتقل الى ايه الى الاستوانات او اسقطاط الاستوانات طيب الاستوانة رقم واحد هنقول لك اسقطها ايه هنقول يا مستر اسقط الاستوانة بتظهر دائرة في يتمكن ومستطيل في مسكتيني بقى هنا زهرالي دائرة هنا زهرالي مستطيل طب قبل ما اعمل الاستوانة في هنا قاعدة انا ببص من الجهة الجانبية اللي هي القاعدة اللي ارتفاعها كام ارتفاعها عشرة فانا ما بص بالبديه من هنا من الناحية الجانبية فانا هشوفها فهعمل مكانها الاول على ارتفاع كام ارتفاع عشرة بالشكل اللي بيكون موجود امامي كده بقى دي الارتفاع بتاع الاعداء اما بصولها من الجهة الجانبية ننتقل إلى الاستوانة رقم واحد ظهرت لي هنا دائرة بالشكل اللي بيكون موجود أمامي هتظهر لي هنا مستطيل يبقى هجي لي هنا ايه مستر هنقول تيجي مستطيل حددنا الطول بتاعها بالشكل اللي بيكون موجود أمامي وعملنا الانعكاس وطلعنا بيها في مستطيل تب ليه احنا طلعنا بيها من هنا لحد هنا ومنزلناش للآخر هنقول لأنها موجودة هذه الاستوانة الكبرى موجودة فوق القاعدة ومش متلسكة لحد أسفل القاعدة فهي موجودة فوق القاعدة تب احنا عملنا أكبر جزء في الرسمة وهو الاستوانة بيبتدي نمسح الايه بقى يا شباب الأجزاء اللي هي الزيادة اللي بيكون موجودة عندي علشان المسكة بيبتدي يظهر ايه عندي ننتقل إلى الاستوانة رقم اتنين اللي هي باللون الأزرق باللي بيكون موجودة عندي وهذه الاستوانة موجودة هنا دائرة موجودة هنا أيضا مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود أمامي بها نطلع عن حد تطولها وهتبقى ظهرة ولا مختفية هنقول هتبقى مختفية لأننا باصص من الجهة فأنا كده كده مش شايفي يبقى إذن اللي بيصهر عندي في الاستوانات عشان الكلام ده نبقى عارفينه بصفة مستمرة هي الاستوانة الخارجية فقط بينما إسقاط الاستوانات الداخلية بتبقى نقط باستمرار لأنها ما بتبقاش بينه إلا في حالة بقى إذا طلب مني عملية قطاع أو طلب مني إزاي أشتغل أعمل قطع سواء كان هذا القطع قطع جزئي أو قطاع كلي أو قطاع نصفي فبتفرق من إيه من استوانة إلى أخرى أو من عملية القطاع إلى أخرى بإذن اللي بيظهر عندي هي الاستوانة الخارجية فقط هي اللي بتظهر عندي بينما الاستوانة الداخلية سواء كان استوانة سواء كان اتنين بيظهروا عندي خطوط مختفية على حسب طولها وارتفاعها في المسكة المقابل طيب نشوف كده الاستوانة رقم اتنين قد الاستوانة رقم اتنين اللي هي موجودة عندي باللون الأزرق موجودة هنا نقط موجودة هنا استوانة دائرة موجودة هنا مستطيل يبقى هاجيلي هنا إيه مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود أمامي كده وعملناها بنفس الشطف اللي بيكون موجود أمامي بنفس الارتفاعل لهم يبقى دي استوانة زهر لي هنا مستطيل جات لي هنا ايه جات لي مستطيل بالشكل الموجود أمام طيب ننتقل إلى الاستوانة رقم 3 والاستوانة رقم 3 زهر لي هنا دائرة وموجودة هنا مستطيل اللي هي مسكة من تخويش الاستوانة الكبرى إلى أسفل لحد الآخر فاحنا بنحدد مكاننا زي ما شفنا وهنطلع بيها الاستوانة رقم 3 زهرة بالشكل اللي بيكون موجود أمامي والمفروض ان يكون اسقاط الاستوانات اتحفضت من خلال مراجعتنا للاسقطاتها في رسم الفني بهذا العام بحول الله هنمتقل إلى جزء آخر والجزء الأخير في استنتاج المسكة الثالث وهو السقوب اللي بيكون موجودة عندي أو اسقطات السقوب أنا باصص من هنا فزي ما أنا شفت من الجهة الرأسية أنا باصص من هنا فشفت اسقاط السقوب السقوبين هنا سقوب واحد مستطيل وشفت هنا أيضا اسقاط السقوبين هنا سقوب واحد مستطيل من الجهة الرأسية فهي أنا هشوف نفس الرؤية من الجهة الجانبية أيضا لأنه المسكة الجانبية هو صورة طبق الأصل من المسكة الرأسي هنا لأن رؤية القطعة الميكانيكية سواء كان من المسكة الرأسي أو من المسكة الجانبية بتكون واحدة فأنا بصص من هنا شفت القعدة بالشكل اللي بيكون موجود أمامي شفت من هنا الاستوانة الكبيرة زهرت لمستطيل شفت الاستوانة الأخرى زهرت لمستطيل مخفي الاستوانة رقم 3 زهرت لمستطيل مخفي يبقى هنبتدي الأول نحدد المراكز اللي بيكون موجودة عندي حددت السنترات أهما يبقى أنا حددت السنترات بالشكل اللي بيكون موجود عندي أطلع كل الاستوانتين هيطلعوا لي مع بعض هنا زي ما هنشوف يبقى جبنا الاستوانة يبقى إذن الاستوانة دي انطلعتلي بالشكل اللي بيكون موجود أمامي بس هما اتنين في الوضع الحقيقي قد الاستوانة ظهرت لنقط هنا السجب الصغير اللي هو كتره عشر زي ما احنا قلنا وهنا نفس النظام جالي في الآخر برضو الصجب الآخر وهو كتره عشرة يبقى كده دي القطعة الميكانيكية اللي احنا شفناها طب تعالوا نبص الكلام حقيبا على الكلام اللي احنا قلناه لما جا بص من المسكة الرأسي انا شايف الجزء ده كده انا شايف القطعة الميكانيكية من هنا وما جا بص من المسكة الجانبي انا ايضا شايف القطعة الميكانيكية من هنا فانا شايف الشكل العام بتاع القطعة الميكانيكية هي دي الشكل الاعدى ودي الشكل الاستوانة بالشكل الموجود امامه طيب ننتقل الى الجزء الاخر وهو عملية الكطاع احنا اتفقنا وقلنا قبل كده هنا قلنا قبل كده ان عملية الكطاع ممكن تكون عملية الكطاع إما أن يكون قطاع رأسي وإما أن يكون قطاع جانيبي وإما أن يكون قطاع أفقي وإما أن يكون قطاع متدرك بمعنى أنه قطاع ليس على استقامة واحدة ولكن القطاع اللي موجود عندنا هنا هو قطاع نصفي بمعنى أنه بيقطع في نصف القطع الميكانيكية فقط وليس في القطع كاملة يبقى دين بيطلق عليه قطاع نصفي يبقى إذن قطاع نصفي أول قاعدة بنبقى عرفنا ونبقى نشتغل عليها إن في القطاع النصفي أما أجي أقطع الإسطوانة اللي بيكون موجودة عندي لازم الجزء الآخر من الإسطوانة لا يطرق عليه أي تغيير فسواء كان نصف الإسطوانة من الجهة اليسرى مستطيل مختفي فبسيبه زي ما هو ولكن التغيير بيطرق على الجزء اللي أنا بعمل فيه عملية قطاع فقط وبمثل عليه خطوط التهشير بالطريقة والقواعد اللي إحنا لسه اللي إنا في التبرين السابق والقواعد المعتادة اللي إحنا عارفنا طيب تعالوا نشوفوا طالب قطاع فين ونعرف إزاي عملية القطاع بتتم عندي طيب هنا طالب قطاع رأسي زي ما إحنا شفنا أدي الشكل العام للرسمة وطالب قطاع رأسي حددت من هنا وحدد لي من هنا كده عند إيه إيه زي ما إحنا شايفين يعني هو بيحدد هالي عند المنطقة دي كده فإيه زي ما إيجي يقطع هيقطع في الجزء ده والجزء ده فقط في بعض الأحيان وبعض الرسمات إذا تمت عملية القطع لازم يكون السنتر اللي بيكون موجود وخصوصا القطاع النسبة بيكون السنتر اللي موجود هنا بيبقى خط مستقيم السنتر اللي موجود عندي بيبقى خط مستقيم ماشي طيب تا حاجة أنا قطعت من هنا مش أنا قطعت في القعدة ما فيش مشكلة يبقى إحنا مشينا في القعدة بالشكل اللي بيكون موجود إيه أمامي عندي هنا طيب كمان لما نيجي نشوف بعد ما أنا عملت عملية قطع في القعدة هنا أنا مشيت من هنا كده يا شباب هل أنا مشيت السكب ده وضعه إيه في عملية القطاع هنقول يا مستر السكب ده هيتمسح باستمرار ليه لأن المنشار ما بامشيش في أي سكب من السكوب المالده يظهر إمتى لو أنا طلبت عملية القطاع بتكون ماشية كده عملية القطاع بتكون ماشية كده فهتظهر لي السكب اللي موجود عندي هنا ولكن عملية القطاع مشية في القعدة بعيد عن السكوب الأربعة اللي موجودة عندي وبالتالي احنا هنمسح لإيه السكب ده في الوضع العادي طب ننتقل من خلال الأعداء من هنا إلى فين إلى الاستوانة الاستوانة الكبيرة الطبيعية بتكون زهرة ولكن الاستوانة الداخلية اللي هي رقم 2 والاستوانة رقم 3 عندي كانوا مختفيين في الوضع العادي ولكن هيظهروا لي فين في عملية القطاع زي ما احنا شفنا هنا كده يبقى احنا شفنا تعقيبا على الكلام اللي احنا لسه إليه ان هنا ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير مسحنا السكوب اللي هي السكوب اللي هي الخاصة بالاستوانات الاربعة اللي موجودة عندي كده اللي هم موجودين في الاعداء فمسحناهم لان المنشار ما مشيش فيهم وببتدينا نظهر نصف الاستوانة اللي المنشار مشي فيها فقط هما ولكن الجزء الايصر من القطع الميكانيكية ما ترأش عليها اي تغيير فانا بسيبها زي ما هي دون اي تغيير انا بسيبها بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا وبالتالي هنا يبقى اذا عملنا هنا خط مستقيم في بعض الاحيان ممكن بعض الطلاب تقولك يا مصر مش هنعمل خط هو يفضل ان خط لان انت بتبص من الجهة الحقيقية فانت شايف الحز بتاع عملية القطع ايضا فلازم يكون دي موجودة هنا اي خط يبقى احنا جينا بالاعداء لحد المحور موجود عندي جينا هنا اللي استوانة رقم 3 جات لي نقط بالشكل المعتاد اللي احنا عارفينه واد اللي استوانة رقم 2 ايضا جيالي نقط بالشكل المعتاد يبقى هيجيلي هنا اللي استوانة رقم ايه رقم 1 و 2 بالشكل هنا ظهرولي طيب تعالوا نشوف بقى عملية القطاع هتم ازاي طيب هنا نشوف اه شفنا اصبح شكل الرسمة عامل ازاي بعد عملية القطاع اللي عندي مشينا من هنا يبقى خطوط التهشير مشيتلي في الجزء اللي المنشار مشي فيه فقط طيب ممكن انا اجيب في الامتحان واقول قطاع عند ايه ايه مش قطاع نصف يقولك قطاع كلي يعني بدل مني اقطع في نص الاستوانة بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا لا ده نعاوز اقطع في الشكل الكلي لو جيت اقطع في الشكل الكلي يبقى التغيير اللي طرق على الجزء الايسر من القطع الميكانيكية هو نفسه تغيير اللي هيطرق على الجزء الايمن من القطع الميكانيكية ماشي يبقى اذا اذا بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا عملنا عملية الايه عملنا عملية التهشير وعملية القطاع وزي ما احنا وضحنا هنا خطوط التهشير بتكون بزاوية 45 درجة ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير يعني ممكن واحد يقولي الخط ده يجي لنقط هنا او الخط ده يجي لنقط ما ينفعش نهائيا لازم خطوط التهشير المسافة بينها تكون مستوية خطوط التهشير تكون بزاوية 45 درجة خطوط التهشير ما فيش اي حاجة تقطعها خطوط التهشير بتسري او بتتم او بيتم تنفذها على الجزء الفقط الجزء اللي بيطرق عليه عملية القطع فقط طيب ما نيجي نسأل هنقول يا مستر طيب ما هو ماشي من هنا لحد السنتر بتاع جزء القطع الميكانيكية طيب هو ماشي من هنا لحد منتصف القطع الميكانيكية طب انا ما هشرتش في الاخر ليه لان احنا قلنا قبل كده ان الجزء الاخر ده ايه ده فراغ ده الفراغ بتاع الاستوانة فعلشان كده ظاهر عندي اي نعم او الريدي ظاهر عندي ولكن ما عملنلوش عملية ايه ما عملنلوش عملية تهشير لان الفراغ لا يهشر زي ما احنا عارفين فالجزء ده كله بالكامل المنشار مش فيه ايضا بس هو ما ترأش عليه ايه تغيير لان ده هيكون ايه هيكون فراغ بالشكل اللي بيكون موجود ايه عندي وزي ما احنا قلنا لو عملنا عملية تهشير او احنا لو قلنا لو عملنا عملية قصدي عفوا قطاع في الجزء الاخر هنلاقي تهشير مش في الجزء الاخر من الشكل اللي موجود امامي هنا كده ويبقى احنا كده جبنا المسقط التالت اللي بيكون موجودة عندي للقطعة الميكانيكية اللي موجودة امامي اللي هي ارتفاعها طبعا زي ما احنا قلنا ك110 و114 زي ما قلنا وقلنا عندي جبنا القعدة بالشكل اللي بيكون موجود أمامي والاستوانة الكبيرة اللي هي زهرالي هنا مستطيل جات لي هنا مستطيل يبقى هجيني هنا مستطيل الاستوانة رقم اثنين جات لي هنا زي ما احنا شفنا بالشكل الموجود أمامي مستطيل نقط بس ده قبل عملية القطاع جاءت لي هنا أيضا مستطيل نقط على حسب ارتفاعها وعلى حسب ما موجودة الاستوانة رقم 3 موجودة بالشكل اللي موجود أمامي هنا موجودة أو ملتصقة من أسفل الاستوانة رقم 2 إلى الاستوانة رقم A1 وإسقطات أيضا السقوب الأربعة موجودة هنا 2 وموجودة هنا A2 ويبقى بكده إحنا وصلنا إن إحنا عرفنا بعض الأساسيات أو عرفنا من خلال الأساسيات اللي إحنا درسناها تمرين على استنتاج المسقط الثالث خدنا تمرينين مهمين جدا من واقع الكتاب المدرسي التمرين دي لو إحنا خدنا نفس اللي طبقناه عليها في كل تمرين والأساسيات اللي طبقناها عليها على استنتاج المسقط الثالث وعلى عمليات القطاع هنقدر نستنتج معظم مش هنقول كل المساقط ولكن هنقول معظم المساقط التالت هنقدر نستنتجه بكل سهولة وبكل يسر وبكده يبقى احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتمنى من ابنائنا الطلاب انهم يكونوا استفادوا من الحلقة على ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته